سك من الغفراء وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه ورد في رواياتنا الكريمة كم كبير جدا من الروايات بلغ حد التواتر مفاده أن المؤمن الموالي لأهل البيت عليهم السلام لعلي والأمة من ولديه هذا مصيره إلى الجنة وبعض الرواية أنه لا يدخل النار وبعض الرواية أنه تغفر ذنوبه البتة تماما وهذه الروايات بلغت من الكثرة بحيث لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها على سبيل المثال ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه فضائل الشيعة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث مفصل ورد من ضمن هذا الحديث قال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا ومن أحب علي أحبني ومن أحبني فقد رضي الله عنه ومن رضي الله عنه كافأه الجنة وقال ألا ومن أحب علي استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء بغير حساب وقال ألا ومن أحب علي هون الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة ألا ومن أحب علي جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البادر وغيرها من هذه الروايات قلنا أن هذا على سبيل المثال والنموذج منها البعض قد يفسر هذه الروايات تفسيرا خاطئا باطلا واضحا البطلان وهو أنه إذا كان الإنسان عنده ولاية أهل البيت فليفعل ما شاء من الذنوب ولا يباليه فأن مصيره إلى الجنة لا ريب وبناء على هذا التفسير الباطل الخاطئ ينكر ويورد هذه الروايات ويصفها بأنها من الإسرائيليات ومن الأباطيل وغيرها من الأوصاف الباطلة هذا حقيقة إن دل على شيء فإنه يدل على عدم فهم هذه الروايات لا يدل على عدم صدورها وإلا صدور مثل هذه الروايات مما لا شك فيه لكثرتها وتواترها ونقلها من علمائنا الأعلام الأجلاء الكلام أنه صحيح من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأمة من بعده فإن له الجنة هذا مما لا ريب فيه حسب الظاهر ولكن الكلام ما الضامن أو من الضامن أنه المؤمن أو الإنسان يموت على ولاية أمير المؤمنين وأنه يختم له بحسن العاقبة ولا تسلب منه هذه النعمة وي نعمة الولاية ونعمة الإيمان في الروايات عندنا أن الإيمان مستقر ومستودع أكثر الناس أو كثير من الناس أن الله يعطيهم هذا الإيمان فإذا كانوا أهلا له بقي عندهم وإذا وجدهم ليسوا أهلا له فإنه يسلب منهم هذا الإيمان ليس رصيدا ثابتا لا يمكن أن يزول حتى الإنسان يضمن الجنة به تماما ولا يخاف الله بعد ذلك والعياذ بالله فقد ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل قال يا كميل إنه يعني الإيمان مستقر ومستودع فاحذر أن تكون من المستودعين وإنما يستحق أن يكون مستقرا إذا لزمت الجادة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج فمن الضامن أن الإنسان لا يسلب منه هذا الإيمان وأنه يبقى عنده إلى أن يلاقي به ربه عز وجل وكذلك في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا وقوم يعارون الإيمان هذه إشارة إلى أن الإيمان مستعار وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه ويسمون المعارين يعني أن الإيمان قابل لأن يسلب والعياذ بالله فإما يسلب في أثناء حياة الإنسان بأنه يرتد أو لعله يسلب منه الإيمان في آخر لحظة من لحظات عمره حينما ينازع الموت وحينما يلفظ أنفاسه الأخيرة فأنه في تلك اللحظات يبذل إبليس عليه لعائن الله قصارى جهده لكي يموت هذا الإنسان على الكفر ولكي يسلب منه الإيمان فقد ورد في الكافي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من أحد يحضره الموت حالة الاحتضار والنزع إلا وكل إبليس به شياطينه ليس شيطان واحد إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه هناك جهد عالي من الشياطين ومن إبليس لأن يموت هذا الإنسان على الكفر فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ولذلك الرواية تأمر أنه يلقن الميت الشهادتين جيد إذن ما هي أهم الأسباب للانحراف لسوء العاقبة لسلب الإيمان والعياذ بالله القرآن الكريم يشير إلى أهم أسباب سوء العاقبة بقوله تعالى في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون العمل السيء السيئات المعاصي مصيرها أن الإنسان يكذب بآيات الله آيات الله منهم؟ هم أهل البيت عليهم السلام من أبرز وأجلى آيات الله على الأرض وحججه على الأرض يكذب بها وأكثر من ذلك يتحول لها محاة الاستهزاء ليس فقط ينكر ويستهزئ يصير معادي يصير محارب يصير معارض فيصبح يستهزئ بآيات الله هذه النتيجتها من أين جاية؟ جاية من أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله إذن الشخص الذي يفهم أنه هذه الروايات التي تشير أن الشيعة يدخلون الجنة والمؤمن يدخل الجنة هذه الروايات تشجع على المعاصي هذا لم يفهم من الدين شيئا لم يفهم من الدين شيئا لأنه الدين منظومة متكاملة هو صحيح أن الذي يموت على الإيمان فأنه يدخل الجنة ولا يدخل النار ولكن هذا لا يعني أنه فليرتكب ما شاء من المعاصي لأن المعاصي لها أثر مهم وخطير وهو سوء العاقبة وسلب الإيمان ولذلك نجد شخصيات مهمة في التاريخ الإسلامي إلى زماننا المعاصر من حرفت وسلب منها الإيمان ابدأ مثلا على نحو المثال من ابن ملجم عليه لعائن الله ابن ملجم كان محبا لعلي بن أبي طالب متوليا له وعندما أخبره الإمام أنه أنت قاتلي قال له اقتلني أو مثلا انفني أو أخرجني من المدينة من الكوفة يعني انصدم تألم كيف أنا أقتل علي بن أبي طالب وأن الذي أحبه أن الذي أتولاه وكان حبه ابن ملجم لعلي بن أبي طالب ليس بالشيء القليل كان حافظا للقرآن كان عابدا كان إلى آخره ولكن عنده بعض الأمور بعض المعاصي بعض السيئات أدت به إلى الانحراف وأي من حراف حتى أصبح هو أشقل آخرين يتبع أشقل أولين كما في دعاء الندب هذا نتيجته ماذا؟ لعله نتيجته أنه بعض المعاصي التي كانت ترتبط بقطام لعنة الله عليها غير بن ملجم الذي تحول من العابد الزاهد الموالي إلى قاتل أمير من أشقل آخرين علي بن أبي حمزة البطائني هذا أحد وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام وراوي ومحدث من أبرز محدثي الشيعة الذين نقلت عنهم روايات الفقه وروايات أهل البيت عليه السلام كان وكيلا كان وجها عينا من عيون التشيع طمعه بالمال وطمعه بالدنيا وارتكابه لبعض الموبقات أدى إلى أن يسلب منه هذا الإيمان حتى تحول إلى الوقف وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام وأصبح كما يعبر النجاشي من عمد الواقفة أحد أعمدت فرق الظلال المنحرفة التي لعنها أهل البيت لعنا شديدا حتى عبروا عنهم بالكلاب الممطورة غير هذا الزمن المام الكاظم إذا تأتي إلى زمان الغيبة الصغرى لإمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء نجد كثيرا من أصحاب الشيعة من الفقهاء من العلماء أيضا ظلوا وانحرفوا وسلب منهم هذا الإيمان كابن أبي العزاقر الشلمغاني الشلمغاني من الفقهاء من العلماء من وجهاء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى وأن له كتابا يسمى بكتاب التكليف كان الشيعة يرجعون إلى كتابه في معرفة أحكامهم الشرعية ابن أبي العزاقر الشلمغاني بسبب الحسد بسبب طلب الدنيا كذا انحرف ودعا أنه هو باب صاحب العصر والزمان حتى ورد اللعن الشديد بحقه من صاحب العصر والزمان في أكثر من توقيع وغيره الكثير إلى يومنا الحاضر نشاهد بعض الناس كان له مواقف جيدة كان له إيمان كان له ولاء ولكن فجأة نشاهد أنه هذا ارتد عن الدين خرج عن الدين بينما كان يدافع عن التشيع في وجه أعادي الشيعة أصبح يحارب التشيع ويؤيد أعداء الشيعة تمام فإذا كان هؤلاء الموالون الفقهاء كذا هم ممكن أنه ينحرفوا كما بالك بمثلي وأمثالي الناس العادين أيضا هذا ممكن أنه ينحرف لذلك لابد من أن الإنسان يبقى بين الخوف والرجاء في حالة سوء العاقبة وحسن العاقبة وأن يسأل الله حسن العاقبة باستمرار ما هي أبرز طرق الحفاظ على الدين والحفاظ على حسن العاقبة وحسن الختام طبعا بعض الرواد تشير إلى الصلاة في أول الوقت قبل ذلك أداء الفرائر والواجبات والابتعاد عن المحرمات بالخصوص المال الحرام المال الحرام والعياذ بالله له أثر بالغ في سلب الإيمان وسلب التوفيق وسوء العاقبة كما شاهدنا في مثلا ابن أبي حمز البطائني وفي قصة ثعلب أل معروفة الذي رفض أن يعطي مال الزكاة فارتد إلى النصرانية بعد الصلاة في أول الوقت عندنا روايات كثيرة أو بعض الروايات تشير إلى أنه الذي واضب على الصلاة في أول الوقت فأن ملك الموت هو يلقنه حجته وغيرها من الأعمال دعاء العديلة دعاء الغريق الذي أوصى به الإمام الصادق وأيضا محل شاهدنا في كلامنا هنا هو التوسل بصاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء في زيارة آل ياسين بعد السلام على صاحب العصر والزمان هذا كالسلام المفصل يبدأ الإمام هو يعلمنا أنه نقول أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبالأمة واحدا واحدا ثم بعد ذلك بالجنة والنار وإلى آخره من الأمور هذه الشهادة تكون كرصيد عند صاحب العصر والزمان أشهدك يا مولاي كن أنت الشاهد يا سيدي ومولاي بعد ذلك يقول فاشهد على ما أشهدتك عليه أنا الآن في حياتي أشهدك أن هذه هي عقيدتي ساعة العسرة في ساعة نزع الروح إذا تلعثم لساني وإذا كل جوابي ولم أجد ما أجيب به فكن يا مولاي أنت أعني ساعدني اشهد على ما أشهدتك عليه فأنا ولي لك بريء من عدويك الاستعانة بصاحب العصر والزمان لتحصيلي حسن العاقبة وعندما يقرأ الإنسان هذه الزيارة المباركة فليضع في نظره هذا الأمر وليخاطب صاحب العصر والزمان وليطلب منه أن يكون له هو الشفيع في ساعة نزع الروح لكي يضمن حسن العاقبة نسأل الله تعالى بحق صاحب العصر والزمان أن يجعل عواقب أمرنا خيرا والحمد لله رب العالمين سك من الغفر وفيض حكمته رمضان والقرآن أنهار رحمته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر